في سياق شادة سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بما توليه مملكة البحرين من اهتمام كبير في تنمية قطاع الشباب والاستثمار بهم كونهم رهان المستقبل وعمادة واكد رئيس البرلمان العربي في بيان بمناسبة يوم الشباب العربي اكد ان مملكة البحرين من الدول العربية التي كان لها السبق في اطلاق المبادرة الخاصة بتنمية الشباب واستثمار طاقاتهم في مختلف المجالات وذلك انسجاما مع توجيهة حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للاهتمام بالشباب باعتبارهم قادة وشركاء اساسيين اثبتوا جدارتهم بما حققوه من مكتسبات رسخت مكانتهم في المجتمع